موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم هذا هو موجز لهمب واخر الأنباء ترأس رئيس مجلس السيادة لانتقالي عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء أمس اجتمع الأطراف الموقع على الاتفاق الإطاري بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر ومبثل القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح الموقع على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية يوني تامس والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد وتم خلال الاجتماع تسليم مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية السياسية كما استعرض الاجتماع جهود لجنة الاتصالات مع القوى المتفق عليها والتي لم توقع على الاتفاق الإطاري أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الالتزام التام بالانحياز لهداف التغيير وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وقال لدى مخاطبته أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي بدأت فعالياتها أمس ضمن المرحلة النهائية من العملية السياسية قال لن نقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية مبينا أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسرى مؤكدا أن العملية السياسية عملية سودانية خالصة وضع أسسها السودانيون وقعت وزارة العدل وجامعة السودان المفتوحة أمس بمبنى الوزارة بذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية وأكدت وكيلة وزارة العدل مولان هويد علي عوض خلال مراسم التوقيع على أهمية هذه الشراكة التي ستعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالتدريب ناشد متحدثون في مؤتمر صحفي بالخرطوم ناشد حكومة ولاية غرب دارفور بوقف نزيف الدم جراء لحدات الأخيرة بوحدة تندلت الإدارية بولاية غرب دارفور كما طلبوا بضرورة تقوية الأجهزة الأمنية مع دعم الإدارة الأهلية خاصة أن منطقة تندلت من المناطق التي سلمت من الاعتداءات كما قالوا أن الهشاشة الأمنية التي أصبحت تعاني منها المنطقة هدت إلى اضطرابات أمنية متكررة إذن مشاهدين العزاء هذا هو ختام هذه النشرة الموجزة إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر